فكذلك في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يوحينا إليهم أو حكبنا فقضاء تأتي لعشرة معاني في القرآن لكن منها الحكم والإنهاء والتبليغ قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي التوراة لتفسدون أو في الكتاب أي في ما كتبه الله من قدره من قدر الله ما كتبه الله من قدره ويشمل ذلك الكتاب الذي عنده فوق عرشه وهو أم الكتاب فقد قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وهذا ضمان من الله ضمان قدر من الله لبني إسرائيل بقيام دولتين إسرائيليتين قامت الأولى وهي التي أقامها سيدنا داود وسيدنا سليمان عليه السلام وتبعهما ملوك بني إسرائيل حتى أفسدوا غوه فسلط الله عليهم أفسد بني إسرائيل هو نعم فسلط الله عليهم أعداءهم فأزالوا هذه الدولة لم تقم لليهود بعد ذلك دولتهم في أي مكان من أنحاء العالم أبدا صاروا في الشتات الشتات إلا هذه التي قامت في فلسطين أقامتها في البداية بريطانيا ثم بعد ذلك تمسكوا بحبل من أمريكا ويبحثون عن البديل في الهندي وغيرها لأنهم لا يعيشون أبدا إلا بحبل من الله وحبل من الناس حبل من الله والضمان القدري وحبل من الناس دولة أخرى يعتمدون عليها دولة كبرى يعتمدون عليها فالإسرائيليون في الدولة الأولى قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتوسدن في الأرض مرتين ولتعلن عروبا كبيرا فإذا جاء وعد أولى هما أولى الدولتين ووعدها أي وعد نهايتها وزوالها بعثنا عليكم عبادا لنا بعض الناس يظنوا أن هذا من الإضافة ويقول الإضافة تقتضي تشريفا فلا يكون هؤلاء إلا مسلمين لكن هذا ليس إضافة ولم يقول عبادنا ولا عبادا نكرا لنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا فلذلك قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأسين شديد وهذا يشمل بخت نصر وكذلك البيزنطيين الرومان الذين تسلطوا على اليهود فأسألوا دولتهم فلهذا قال عبادا لنا أولي بأسين شديد فجاسوا خلال الديار دخلوا وتوغلوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم ليس هذا حديثا عن دولة ثانية فلم تأتي ولم تقع بل خطابه هنا للمسلمين لأن القرآن منزل لهم وهم مخاطبون به نعم فقال ثم رددنا لكم يا معشر المسلمين الكرة عليهم على الرومي وفارس وهم عباد لنا لغس شديد رددنا لكم الكرة عليهم وفعلا اليهود ما انتصروا قطوا على الرومي وفارس لكن الذي انتصر على الرومي وفارس معا المسلمون رددنا لكم الكرة عليهم في أيام عمر بالخطاب رضي الله عنه رددنا لكم الكرة عليه وامددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا هذا الخطاب للمسلمين ما كان اليهود قطوا أكثر نفيرا لا في فلسطين الآن ولا قبل ذلك في أيضا في فلسطين الآن خمسة ملايين لا يتعلم نعم فلذلك قال جعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ما زال الخطاب للمسلمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فلا يتخلفوا عن ذلك يحسن الله إليكم وإن أسأتم فلها أيضا لا تتخلفوا العقوبة وهذه سنة الله في الكون فكلما أحسن الحكام كلما فتح الله لهم من خيرات الأرض وامطر عليهم من خيرات السماء ومكن لهم ونصرهم على أعدائهم وكلما أساءوا كلما جاءت الهزاء متترى ونقصت الأرزاق وحصلت الخلافات والحروب الأهلية ودعنا الله بأسهم بينهم نعم لذلك قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة هذا وقت قيام الدولة الثانية وهي هذه وهي هذه القائمة الآن نعم ووعدها نهايتها نعم ليسوءوا وجوهكم ليسوء اليهود وجوهكم يا معشر المسلمين نعم وذلك باحتلال مقدس من مقدساتكم وهو المسجد الأقصى وفلسطين وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد إلى المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة دولة الأولى نعم وليتبروا ما علوا تتبيرا ليتبروا يفسدوا ما علوا إما أن تكون ما هنا موصولا اسميا ويكون العائد محذوفا نعم تقديره ما علوه من الأرض أو أن يكون تكون ما موصولا حرفيا نائبة عن ظرف الزمان فيكون هي حرف مصدري ويكون المعنى مدة علوهم يتبروا مدة علوهم تتبيرا نعم هذا يشمل تهديم البيوت تجريف الزروع نعم وقطع الأشجار قطع التين وقطع الزيتون نعم وإزالة الآثار القديمة والحفر الخنادق وحفر الأنفاق تحت المقدسات نعم وإن عدتم عدنا إن عدتم إلى ما تركتم من الدين وهو الجهاد وهي سبيل الله عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين الله